الشيخ المعيب لكنه بشيخوخته وبعقله الذي ضاع لا يمكن أن أعلق أكثر من هذا لكن أقول إن اعتزاله الخطابة ربما يكون فرصة أن يتوب أو فرصة أن يفكر لكني أستبعده أن يفكر وأقول يعني له من الله ما يستحق له من الله ما يستحق على ما اقترفت يداه وعلى ما أفتى به كإمام وكمفتي للدم وللقتل في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان من أرض الإنسانية دعا هذا الرجل الذي فقد عقله وفقد صوابه وفقد دينه وتحول إلى داعية للدم وتحول إلى داعية بالأجر لأنه بيسير في ركاب أمراء الدم في قطر وبينتقل فقط من الدوحة إلى إسطنبول وبينهما ربما من الدوحة إلى إسطنبول ربما هناك من نار جهنم إلى نار أشد وطأة وإن شاء الله سوف نرى اللهم أرنا فيه وفي أمثاله وفي جماعته آية أنا أدعو وأقول لهم اللهم أرنا في القرضاو وكل قرضاو وكل من على شاكلتهم وجماعتهم وأنصرهم اللهم أرنا فيهم آية اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك لأن الناس دي بتتكلم باسم الدين بيتكلموا باسم الله بيتكلموا وكأنهم عندهم توكيل من رب العزة وهم كاذبون منافقون مأجورون هم دول أمراء الدم لعنهم الله في كل كتاب ترجمة نانسي قنقر